بالفعل ده ان شاء الله هنحل مساء الاكتر على الديوت اهريكي لغضيوت تحديدا. طبعا احنا انتفعنا ان الديوت ممكن يكون موجود في السيركت بحاس ان هو ممكن يبقى عندي ديوت واحد. ديوت واحد وصورس واحد او ديوت وثنين صورس او اتنين ديوت يعني ممكن يبقى عندي كتا ديوت في السيركت او ديوت واحد. طبعا قدر البوستف والكيسس دي عايزين نحل مساء الاكتر. خلا بس هنناخد مساء زي كده. هنا بيقول لك انت معاك الديوت ده الجزء البوستف وده الجزء النيجاتف بتاعه متوصل هنا بحيس ان ده البوستف وده النيجاتف. ده النيجاتف وده البوستف. خلنا نوضحها اكتر. وده النيجاتف. ده البوستف وده النيجاتف. هنا السالب متوصل بالموجة بنوجه متوصل بالسالب فالديوت ده يعتبر مالو يعتبر ريفيرس. وبالتالي اقضى رشيل الديوت وفتو ده لأوبن سيركت زي مواضح هنا. وبالتالي فالكرنت اللي هيعادة في السيكت هيبقى بزيرو يعني لو فرضنا ان هو كان عايز في السؤال ده. اقضى لو سمحت هاتل كونت الكرنت جيبن التوصيل اللي انت شايفها فالكرنت هنا هيستوي زيرو لان الدويت متوصل الريفيرس. تمام. خلنا ناخد مثال امسين لا اكتر يعني. طيب دلوقتي انا عندي مثلا سيركت بالمنظر ده. السيركت اللي فاتت دي كانت يعتبر ده السيركت اللي احنا متعرفين عليها سيركت مقفولة او كلوس ده سيركت. لكن هنا في انواع تاني من السيركت هو السيركت دي بتساوي سيركت معينة بالنسبة للسيركت بتاعتنا. ولكن احنا عايزين نعرف تعالي من عاما غير ما نحن نحولها للسيركت في الاصلية. بس انا السيركت دي عبارة عن عبارة عن ديوت لو انا عايز اقفلها. المشكلة طبعا في السيركت دي انها مش مقفولة فانا مش عارف اتهم مين موصل لفين وايه سلب خمسة دي. فدي معناها ان انا عندي هنا كزا وجراونت وبعدين دي ادي السالب ودي الوقت. ودي هتقفل كده. ده دي بتساوي دي السيركت دي بتساوي السيركت دي. طيب. فانا عايزة دلوقتي اعرف قيمة الاي دي لو كانت اللي بعد في الدعود وقيمة البي اوت اللي هدي. تمام. فاللي هيحصل ان انا مش شرط كل محتاج اجيب الكارنت او الفولت في السيركت دي ان انا حولها للسيركت دي. ممكن اقول لكم ازاي ان احنا نعرف تعامل معها على طول. طيب. انا هنا عندي الديوت. طبعا الديوت ده الفولتج اللي حوالي سبعة من عشر. احنا ممكن نشيره وحط بده البطارية بس ممكن نسيب سبعة من عشر دي عادي برو. انا هنا عندي سالب خمسة. والبطارية سبعة من عشرة. ودي اثنين واثنين من عشرة كيلو اوم. وهنا عايز الكارنت اللي ماشي بالاتجاه ده. اي مسألة بالماغر ده ممكن تحلها بترقية تانية. ايما تحلها بالطريقة اللي هي رول بتقول في اوت اقوال في اونين سبعة من عشرة. او كن حلها برضو بترقية تانية اللي هو نستخدم الكيف اين. بس خلينا بس واحدة واحدة. ما دلوقتي عارفة ان في رول بتقول ان اطول ما الدايود موجود يبقى فيه علاقة بين ال in والاوف بتاع وان دي اود بس وان اصلا من عشرة. الدايود ده اصلا موجود يعني هل هو اصلا موجود في السيركت ولا الدنيا يتبقى ч flavour لو اتحط. دلوقتي أنا عندي سالب متوصل بالسالب بتاعم الدايود ودي المجب. او يعني خلاص بقى ثالما السالب متوصل بموكو متوصل بالمجب. فهتلاقي ان الديود دلوقتي فورورد فقدر ان انا ابص على الرودي طيب ايه هو الفي اوت و ايه هو الفي ان الديود انا عندي النقطة اللي بتكون موصلة للسهم ده هتبقى هي الان والنقطة اللي متوصلة بالشرطة دي هي الاوت فانا عندي للوقتي الفي اوت بسلب خمسة سلب خمسة هيساوي الفي ان انا مش عارفة النقطة اللي هينه دي بطيب بقى يسميها او موجود. طيب. الحاجة التانية ايه? ان هو عايز يجيب الكارنت اللي موجود في السيركت او الكارنت اللي بعد في الديود. ممكن اجيبه ازاي? اقول ان الكارنت اللي بعد في الديود هو الكارنت اللي بعد في المقامة 2.2. وبالتالي هيساوي الفي ار. والفي ار اللي هي عبارة عن لو انا همشي من هنا. لو لو الديود ماشي في الاتجاه ده. هو اكيد ماشي في المقامة دي برضو في الاتجاه ده. عشان يكمل ليه? اللي هو ماشي كده يعني. طيب. يبقى يبقى ده الان وده الاوت او دي اللي هو ما انا بقول دلتا في على ار. الاي. الاي بتساوي الفرق الاختلاف في الولت او الفرق في الديفرنس في الولت يعني على الار. يبقى دلتا في على ار. طيب. الفرق اللي هو ناقص صغير اللي هو ده. ناقص ااا النقطة دي اللي هو يبقى صفر ناقص. اااا. الفي او على اتنين واثنيين. طبعا. احنا في الستيب دي. عارفة كمت الفي او كيم. يعني الاي. انا عايزة نجيب الكيرنت. الكيرنت هو عبارها عن الكيرنت عن المقام 22 انهم مسيرون مع بعض كيران متساوية ديلت فيه على ر? يبقى فرقة في الكود على ال الر الفرق اللي انا جبته. اللي هو الزيرو اقول الزيرو ناقص اه او الزيرو ناقص سالب اربعة وثلاثة زيرو ناقص سالب 34 اللي حطلعناها في الستبدي سالب 34 على كمت المقاومة اللي هي 22 يعني كأنها 34 على كمت المقاومة 22 هيديني 91 ده في السيركت دي تمام فانت ببساطة لو يعني من ضمن الحاجات الكتيرة اللي هتقابلنا يقيم ما يكون عندي ديود واحد في السيركت يقيم ما أكتر من ديود الديودز دي ممكن تكون مع بعض لما يكونوا كتير أو يكونوا برد مع بعض أو الديودز دي ممكن ما تبقاش متوصلة بDC كارلت ممكن تكون متوصلة بAC كارل طبعا هنشوف حاجة زي كده فاللي حاصل ان جيبنا السيركت دي ال ID بقى ال ID بقى 1.95 ميلي أمبير والV بقى بسالب 4 طيب خلينا بحل المسألة دي بطريقة تانية وهي لو أنا عايز تطبق KVL لو عايز تطبق الدرية دي KVL وقولنا طبعا السيركت دي بساوي سيركت تانية يقيم ما تحل على طول يقيم ما تحلها بان انت تتحولها فهنا دلوقتي عندي البتاعة ده الديودة هو وادي المقاومة وادي سلب 5 سلب 5 يعني ايه أنا بطريقة بحيس ان السلب متوصل هنا وبعدين الموجب وبعدين ADIL بتاعه لو حاولت تطبق KVL طبعا انا ممكن اطبق KVL مع عقرب الساعة او عكس عقرب الساعة يعني ممكن اطبق كده اوكي عادي يعني مش فرقة بس هو هنا بس عشان ال ID ماشي في الاتجاه ده فخليه لتطبق KVL في الاتجاه برضه اللي هو مع عكس عقرب الساعة اوكي طيب والكرنت اللي هيعدي هنا اسمه I والمفروض طبعا ان ال I ده اللي انا هتطبق KVL يعني يبقى ال I ده هو هو ال ID لانهما طبعا واضح انهما واحد اهو اوكي طيب فطبق كده الكفل هيقول لي ايه عندك اتنين واثنين عندك اتنين واثنين مضروف ال ID زائد سبعة من عشرة انه ده الموجب زائد سبعة من عشرة ناقص خبس دي الرول اهي اتنين واثنين من عشرة ID زائد ساعة من عشرة ناقص خمسة اه وحل اجيب كمت ال ID هيطلع بواحد وخمس سعيم من مية اه ولو عايز اجيب كمت ال V هيبقى الكرنت اللي بيعدي هنا برضه هو هو ال ID فيبقى عندي ال ID بيتساوي ال V على ال R يبقى واحد وخمس سعيم من مية بيتساوي ال V على ال R اللي هو صفر ناقص ال V او على اتنين واثنين احل اجيب كمت ال V اللي يطلع سالي باربعة وثلاثة اوكي ده لو انا عايزة حين المسالة دي بطرية طبعا يعني دي حاجة ترجعلك انت بتعرف تحل بانهي اسهل اه فدي يعني بس انا بس عايزة اقول ان المسالة تحل بطرقتين وبراحتك بقى اللي تفهمه اكتر او اسرع حل بي اوكي طيب عايزين نشوف مثال تاني لو انا عندي مثلا حاجة زي كده عندي بطرية هنا دي ثبانية وواحد اتنين من عشر كيلو اوم والفي اوت ودي اربعة وسبعة كيلو اوم والضيوت بحيث طبعا ده علي سبعة من عشر وده البوستر وده النجد وعاكي متوصل بالجرامد لو عايز حل بالطرية هو طبعا عايز ال اي دي وعايز الفي اوت عايز كمت الكورنطي بتعدي بالضيوت وعايز الفي اوت لو حل بالطرية الاولانية اللي هي ان انا اعتمد على الفي اوت بتسوي الفي انا ساعة من عشرة ما مفيش مشكلة بس ما بدايا بس اشوف الديود هو اصلا فرعد او معايا في سيركت لا مش اوبا سيركت يعني او مش ريفيرس فده الموجب وده السلب والسلب هنا متوصل بالجراوند فالجراوند فالسلب متوصل بالسلب والموجب توصل بالموجب فالديود دولة تعتبر فرعد اوكي طيب خلص يبقا انا هستطيعiki انا هامcan els بتسوي الفي این ناقص سبعة من عشر اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا проис adam ده النقطة ده داخلاله هيا الفي اي اتوا النقطة لخارجة منه هي ال vi اوت فروide النقطة اللي خارجة منه بزيرو فاناااااا"-ع 참 هايتساوي النقص x اللي انا بنوش عارفها في اي ناقص 17 عشر. فهيطلع آآ الفي ان دي بسبعة من عشر. فالمقطة دي هتبقى سبعة من عشرة اسمنا سبعة من عشرة يدينا زيرو. تمام؟ مروضة دي اسمها سبعة من عشر. او قيمتها سبعة من عشر. طيب. عزي بقى كمتة الكورنت اللي بعدي في الضيوت. طبعا واضح ان المقومتين اللي هو واحد واثنين واربعة وسبعة دول سيرز مع بعض. فانا ممكن آآ اقول ان الكورنت اللي بيعد هنا بيساوي الكورنت اللي بعدي هنا. تمام? آآ واشوف ممكن مسلا الكورنت يبقى بيساوي ايه? طيب الكركنت اللي بعد في الجزء ده عبارة عن تمانية. او البداية نقص النهاية او الكورنت ده مثلا الكورنت ماشي في اتجاه ده. فانا هامشي كده ده. هيساوي ده. فده كده يعني ده البداية وده النهاية. يعني ده تمانية البداية والبي اوت ينلاقي فانا معايا تمانية نقص البي اوت على واحد واثنين كيلو هيساوي البي اوت البداية على النهاية او انصوري نقص النهاية البي اوت نقص 7 من 10 على الاربعة وسبعة وانا اصلا ام ما هلش انا سوري ام لحظة واحدة انا كنت امو تخيا يعني كنت فكرة ان احنا عايزين نجährد فاحنا عجبناها لكن هو اصلا عايز معلاش لاحظة لحظة 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 دلوقتي انا دلوقتي هو عايز احنا في الستيب بتاعة هو عايز يجيب ان هنا دلوقتي تماني اه في عندي س control زي ما احنا شاو ا transformations زي ما احنا شاوين واعايزين نجيبي الفاي او صيب الفاي قوته عند النقطه ده بن سبعة سبعة من عشر اوكي النقطه دي مش في اوت مش في اوت فانا عاجزي اجيب في اوت فاعتمد على معلومت ان المقاومه دي سي Having motivうわ pathway وبالتالي كارنت بتاعهم واحد��도 بتاعهم واحد مين يعني الكرانت ده هيساوي الكرنت ده فالكرانت ماشي في الاتجاه ده ولا ماشي بالاتجاه ده طبعا انا عايزي عندي هنا ال اي دي possi كده. فيبقى الكرانت ماشي هنا. ماشي من ثمانية لفي اوت. ومن في اوت ليه آآ سبعة من عشرة. آآ ده اتجاه الكرانت. فيبقى عني ثمانية نقص في اوت على واحد واثنين. بيتساوي على كونة المقامة يعني بيتساوي الفي اوت نقص سبعة من عشرة على كونة المقامة اللي هي اربعة وسبعة. احد المعدتين هيديني الفي اوت بستة ونص. تمام? ستة ونص. اوكي? طيب. آآ الخطوة التانية انه هو عايز يجيب كونة القرنت. فالقرنت آآ آآ ده سبعة من عشرة على اربعة وسبعة. آآ� voulez جبت مسلا القرنت اللي هوي بيعدي. اللي بيعد في الديود هو اللي نفس القرنت اللي بيعد في المقامة دي لانه هو ما زيل يزميها بعض. فالفي زيرو ناقص سبعة من عشرة على اربعة وسبعة. والفي زيرو Familienو نعرف انها تعدها باستة وخمسة خمسة من سبعة من عشرة على هيرل رقم. هتطلع على القرنت الاي دي. تعريبا ادي. باا وثلاثة وعشرين من مية. اه طيب. ده بالنسبة ليه المسألة دي لو انا حاولت احلها باستخدام بس 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 و لكن لو عايز احلها بطريقة الكيفي ال برضو ممكن احلها. اه معي هنا التمانية واحد واثنين وثبت بربعة سبعة سبعة من عشرة وده الديود وعايز اطبق الكيفي ال فالتمانية دي كده دي ده موجب فانا عندي هنا كأنه الموجة فوق والسلب تحت لو انا عايز اقفل العايز اقفلها كده. تمام? ايه كده قفلتها عشان بس ايه اعرف اطبق الكيفي ال. الكارنت بيعاد في الاتجاه ده بالتالي انا يفضل اخذ الكيفي ال في الاتجاه اللي هو ماشي مع عارب الساعة عشان يجي ايه يكون مع نفس اتجاه ده عشان مفضلش بقول لده الاي دي عكس اتجاه ما عاربش ايه. فخليني عادي يعني اصلا ممكن اطبق الكيفي ال اه في اي او انت كيفي ال. طيب دلوقتي انا عايز اطبق الكيفي ال. هتبقى ايه? لو ده قتم التمانية هيبقى عندي سالب تمانية. آآ سالب طبعا اللي ده السالب هو. وانا مشي كده. سالب تمانية زائد واحد واثنين. آآ اي دي زائد اربعة وسبعة اي دي زائد سبعة من عشرة. انت عندك هنا زائد ايه? آآ فهلا هيقابلني زائد. همشي كده هيقابلني زائد سبعة من عشرة. آآ يعني هيقابلني البوستف بتاع الديودي يعني. فيبقى معي ايه? يبقى موجب. آآ سبعة من عشرة. آآ بيستوزيو. آآ حل المعادلة دي. هيتلع على ال اي دي واحد واثنين عشرين من مية. كده انا جبت ال اي دي. آآ عايز اجيب الفي اوت. آآ ممكن مسلا اقول ان الكارنت اللي بيعدي في الديودي. هو نفس الكارنت اللي بيعدي هنا. طبعا ان انا سهل اجيب الكارنت اجيب الفي اوت من الطريق ده. لكن صعب ان انا يجيبه هنا او يعني هياخد وقت اطول. لان انا ما عنديش الفرق الجوة عنده نقطة دي. خلاص? فخليني اقول ان الكارنت اللي انا عايز اجيبه او الاي دي هو يعتبر الكارنت اللي بيعدي في المقاومة آآ واحد واثنين اللي هي دي. وبالتالي فالواحد واثنين اللي هو كمت الكارنت هيساوي آآ آآ تمانية ناقص على واحد واثنين. تمانية ناقص البي اوت على واحد واثنين هيساوي رقم آآ طبعا اكيد هيساوي نفس الرقم اللي طالعا في المسألة اللي فاتت اللي هو تقريبا ستة ونص. ستة ونص. اوكي? احنا طبعا ايه بنحل المسألة بتطريقتين يعني ستة ونص. اوكي? ده المسألة لو عايزين نحلها بالطريقتين سواء كان كيف ايه او اعتمادا على الرول بتاعة الفي اوت آآ بتساوي الفي اما نسير من عشر. طيب. آآ لو عايزين ناخد مسألة تانية عندي مسئلة زي كده بيقول لي ان انت عندك اتنين دايود مع بعض طبعا اتفاق لان احنا ممكن يجي لنا اكتر من دايود في السيركت وعندي بطارية هنا دي عشرين وهنا ده الفي اوت طبعا الرقم ده احنا لسه احنا حسبناه بس هو اصلا مجهول يعني اوكي ده الحل فبس هنا ايه انه ايه ان دول مختلفين واحد فيهم سيليكون واحد جرمالييوم فالسيليكون انا عارف ان الانترنال بولتش تدرب حواليه ب7 من عشر لكن الجرماليوم بي كان ب3 من عشر دي الرول يعني السيليكون الفي دي بتاعته 7 من عشر والجرماليوم رول بتاعته ان الفي دي بتاعته 14 طيب فهنعمل ايه فابدائم بس شوفت ده الموجودين اون ولا لأ. الوقت عند بوستيب متوسط بالبوستيب بتاع الديود ده. فالديود ده يتبعه الان. وبعدين البتاع ده البطارية دي مسلاً عشرين. فالديود ده هينقص بسبب من عشرة. فهيطلع لي هنا نقطة دي اسمها تسعة شهر وتلاتة. تسعة شهر وتلاتة دي نقطة موجب او رقم موجب. يبقى الموجب متوسط بالموجب. هيبقى الديود ده ماله. اون برضو. بعدين ده هينقص بس هينقص بكم متوسطة من عشرة. فالكيمة اللي هنا هتبقى. الكيمة اللي هنا هتبقى تسعة شهر. لان انتي قلت تسعة شهر من ساتة من عشرة هيبقى ايه? ب تسعة شهر. اوكي? فلو انا عايز اجيب الفي قود اعتمدت بسيط كده ان ان دايما الفي قود بساوي الفي نساة من عشرة. فانا عملتها بس على طول يعني. ان الفي قود نقطة دي. بتاقي في او بتاع الديود ده لنقطة دي بتساوي اللي داخل نساة من عشرة. فاللي داخل العشرة نساة من عشرة دي ده تسعة شهر وتلاتة. بعدين هل تسعة شهر وتلاتة طبعا ده رقم موجب وبالتالي دايود ده يتبق اون او فورورد. فهبدأ اطبق نفس رول برضو بتساوي البي ايه نساة من عشرة فديه الفي قود وديه الفي ايه ان. فالرقم ده اللي انا ما عرفوش هيساوي 19.3.3.5.10 هيساوي 19. فأنا خلاص عرفت أن 19. ممكن أجيب الكارنت اللي بيعد في الديودة إزاي الكارنت اللي بيعد هنا هو اللي بيعد هنا هو اللي بيعد هنا لأنه هو مسيرس فممكن أقول أن طبعاً هو هنا أعتقد أنه مفهود يكون موضح يعني بس أقول أن الكارنت بيعد في الاتجاه ده ماشي ده يعني ماشي ماشي كده طبعاً أنا عاوز أجيب أنه هو ده بيساوي الكارنت اللي بيعد في المقامة ده يمشي في الاتجاه ده فمعايا 19 19 نقص 0 على الاثنين على قيمة المقامة 19 على الاثنين بيهت 9.9.5 ده قيمة الكارنت اللي بيعدي في في السيركي ده لو عاوز أحل المسألة دي برضو تاني باستخدام هيبقى معايا أن البطارية دي ده موجب كده كان دي بطارية كده وكملت أنا أعملها بس من الأول تاني كان دي كده ودي بوزتف ماشي ودي نيجاتف والنيجاتف متوصل هنا أوكي فممكن أطبع كبير طبع كبير في أن اتجاه طبعه يفضل في نفس اتجاه الكارنت عشان ما بطلش يعني أعمل مشاكل ده الكارنت اللي اسمه ويبقى هعمل الكفل في اتجاه عقرب الساعة زيه بالظبط أوكي طيب ما يجيه فلو هيبقى عمل الكفل هيبقى المعادل اسمها ايه لو هيبقى تبنى عشرين هيبقى اسمها سالب عشرين وبعدين زائد سبعة من عشر لان ده زائد بتاع الديود يبقى زائد سبعة من عشر بعدين زائد تلاتة من عشر وبعدين زائد اتنين واثنين زائد اتنين مضروفة في الاي دي أوكي دي المعادلة طبعا هيساوي زيرو أوكي في الآخر الاي دي اطلع بتسعه نص لو عايزة جيب الدي هيبقى الاي بتاع الديود الديود هو نفس الكرنت اللي بعدي في الاثنين ولو انا عارف ان هو تسع ونص في تسع ونص هيساوي الكرنت اللي بعدي عند الاثنين اللي هو ماشي بالاتجاه ده هيبقى عندي في اوت ناقص الجراوند في اوت ناقص الجراوند على الاثنين هحل اجيب كونة في اوت هتلعب تسع تاشر أوكي فده لو انا عايزة حل المسألة بطريقتين وده كان مثال وضح ان انت ممكن يبقى عندك اثنين ديود سيريز مع بعض سيريز يعني اللي داخل اللي خارج من ديود معين بيعتبر اموت لديود التان طيب واخدنا طبعا هممكن يبقى عندك اكتر من النوع زي السيريكون الجرمانيوم واستنوا ساو عينين اعتقد المسأل ده هيكون عند اثنين بطريق يعني انت ممكن يبقى عندك في سيريز كتير ممكن يبقى عندك ديود واحد ممكن عندك اثنين الديود دي ممكن الاثنين يقصيريز او برا عندك بطارية واحدة او اثنين البطارية اصلا ممكن تبقى اي سي او دي سي ففيه حاجات كتير احنا خدنا موضع الوقت انه ممكن يبقى عندك ديود واحد او اثنين يبقى عندك بطارية واحدة وهناخد الوقت لو انا عندك بطاريتين في كل حوال ممكن نحن للمسألة بطاريتين الهبط من الامثلة دي ان انا ادرس البيهيفور بتاع الديود انه ممكن ان يناقص اللي داخل اوكي كلمة يناقص اللي هو داخل هو فكرة انه يعدي اصلا دي حاجة كويسة وفكرة انه يناقص ممكن استخدامه مثلا في فكرة الشاحن او اللي هو الشارجر يعني انت بتبقى عندك شاحن والتليفون بتاعك ما بيستحملش في الكهرباء معينة لكن الكهرباء اللي بتعدي في الحيطة او في البيت كله بيكون اعلى من اللي التليفون بيستحملها فبنعديه على شاحن بيقوله ان لو سمحت انا ما بقبلش غير كسر فيبدأ يقلل اللي داخل علشان يتوافق مع امكانات التليفون فان انا قدر اقلل يعني اللي داخل اللي يقلله ده دي فكرة الديود فالديود ممكن يقلل الكرانت اللي داخل او البولت اللي داخل خليل 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 ناخد المثال التاني ان انا معايا ديود عندي بطارية عشرة ومطبقهم واحد واثنين من عشرة كيلو ودي الديود وبعدين عندينا اربعة وسبعة ودي بطارية سالب اثنين ممكن احلها بطريقتين ممكن احلها بطريقة ان انا اقول الـ او او احلها بطريقة الكفل كم طيب لو حلها بطريقة الـ او اشوف بس الديود اصلا موجود عندي في السلكة ولا هيبقى معايا ايه انا معايا بوستف وده نيجاتف فالمفروض ان ده بوستف والرقم ده هيبقى بوستف لانه لو نقص مش هينقص يعني تمام او ممكن نقول السلب متوصل بالسلب او نقول المجب متوصل بالمجب يعني صعب اول ان احنا نقول عشرة متوصلها والرقم ده تلع سلب واحد طيب فالمعايا عشرة البوستف متوصل بالبوستف والنجاتف متوصل بالنجاتف فالديويد يعتبر ان فهنستخدم رول بتاع البيوت بيتساوي البيون نصaben من عشرة من البيوت ومن البيين النقطة اللي بتكون دخلة للديويد في الاتجاه ده بتكون هي البيين واللي خارج او البي او فيبعندي البي او بيساوي النقطة اللي دخلت هتسميه vn او vx او طفر نقص 17 هل انا عارف لانا عارفة دي ولا انا عارفة دي طبعا يعني مسألة دي جميلة جدا يعني لان انا عارفة لا عارفة vn ولا عارفة vout كنت بقول لداخل لي نقص 17 هارف كم طوالاته لكن انا مش عارفة ليه لان انت عندك عشرة مقامة نقصت بكيما انا معارفش ايه هي فدتني vn طبعا انا مش عارفة vn وهنا عندي رقم المقامة نقصت بقى بسلم اتنين فالبردو انا معارفش المقامة نقصت بقى ايه هم معارفش vn بس كلنا نفهم ان فيه علاقة بطربة من vn وال vout ان vout بسوى vn الساعة من 10 او ان vn بساوي vout دي الساعة من 10 طيب عظيم جدا طبعا انا دلوقتي اعمل ايه خلينا مسألة نمشي في اتجاه ان انا عايز اجيب الكرنت احسن يعني مش عايزين نجيب البولت دلوقتي انا بس استفدت ان انا جدت علاقة من vn وال vout طيب خليني بقى اقول ان انا عايز اجيب الكرنت فالكرنت ما يلوه المفروض ان الكرنت اللي بيعدي في الديوت هو الكرنت اللي بيعدي في واحد واثنين الكرنت اللي بيعدي في اربعة وسبعة انهم مسيرس ساعة كده فا احنا هنا مش هي لو انا عايز اجيب الكرنت اللي بيعدي في واحد واثنين بيساوي الكرنت اللي بيعدي في اربعة وسبعة اا اكي نعرفنا دي واحنا بنعمل دي دلوقتي دي لسه دلوقتي فانا عارفة ان الكرنت هو عايز يجيب الكرنت تاعدو فهو هقول ان الكرنت بتاع 1 و 2 بيساوي الكرنت بتاعها بتاع ال 4 و 7 لانه مسيرس فده بتاع 1 و 2 و 7 ازاي اللي هو 10 ناقص ال VN على 1 و 2 بيساوي ال Vout ناقص ال 2 على 4 و 7 فمعايا هنا مثلا 10 ناقص VN وهنا زائد برضو موسولش لحاجة لانه عند ال VN وال Vout برضو معادلة واحدة فانا متغيرت فمشا يمفع لازم اشيل واحد يحطه دولف التاني فممكن اشيل كل VN وحطه لها Vout زي 7 من 10 يبقى عندي هنا ايه 10 زائد Vout زي 7 من 10 بيساوي Vout زائد 2 على 4 و 7 يبقى معادلة متغير واحدة حلها اجيب بيطلع 7 صفر 2 أو 7 صفر 4 مش متأكدة بس هو رقم يعني 7 و 8 بعدين عايزة اجيب كده انا جبت عايزة جيب لو انا عرفت النقطة دي اعرف جيب الكرنت اللي بيعدي هنا هيبقى اللي انا جبت اللي هو 7 و كزا ناقص ناقص 2 على 4 و 7 يديني وحي ودسا طبعا انا هنا في المعدة دي ال اي دي بيساوي الكرنت بعدين في 4 و 7 لان انا دلوقتي عايزة جيب الكرنت بس جد في الاتنين دول جبت الفولت بكامل هنا عايزة جيب الكرنت وقلت الكرنت بتاع ال اي دي بتاع ديوت بيساوي 4 و 7 لان هما سيريز وهيساوي الفي اوت ناقص ناقص 2 على كزا والفي اوت انا عرفها ب 4 و 18 حطها للدنيا 1 و 19 ميلي امبير كده انا جبت الكرنت بقاني طريقة بالطريقة الى اول ناقص لو فاضي وعايز احلها بالطريقة التانية مفيش مشكلة ممكن احلها هقفل الدنيا دي كده وهقول هنا ان انا عندي مجب تمام وعند هنا سالب وبعدين هاجع عند البطارية دي ولاقي ان انت عندك هنا سالب وبعدين مجب صح السطر ده عايزين نتعلحها بس كشان المجب وده السالب بس كده وده 2 ده 2 و 10 ممكن اطبق الكرنت لو بيعدي كده فانا عايز اعمل كرنت في الاتجاه ده عشان الدنيا تبقى واضحة فهيبقى ايه هيبقى الرول بتحتي عندي السالب 10 زائد 1 و 2 مضربة في ال اي دي طبعا انا ببدأ من الاول اللي انا عارفها اي دي ولا عارفها في دي فده حل تاني انا ب sei زائد 7 من 10 زائد 4 و 7 وضربة في ال اي دي ناقص ناقص اثنين هستوي زيرو احل اجيب كنوك الاي دي الاي دي طبعا هيطلع بواحد وتسعة واحد وتسعة الملي انبير دي جاية من ان المقامات بالكيلو بان المقامات دي بالكيلو اوكي ودي كيلو برضو اوكي فعنا نضرب في الف بالحاجات دي كلها ماشي اه فواحد وتسعة ملي انبير بعدين اه اجيب كنت الفي اوت اقول مسلا ان انا عايز اجيب الفي اوت دي فيعتبر الكارنت اللي بيعدي هنا انا عارفه فهايبقى مسلا واحد وتسعة بيساوي الفي اوت اللي انه انا مش عارفها اه ا ايدس توينت يعني اوه يس تايم الفي اوت ناقص ناقص اثنين على ال الاربعة وسبعة هيطلع لي الفي اوت برضو انا بااااا بسبعة نفس الرقم ده اوكي الفي اوت من هذا الفي اوت هيستاوي نفس الرقم ده كمم ده لو انا عايز حี่ير 9. المسألة دي بطريقتين بالكي في ال او بالبي اوت اقوى البي اتواني ساعة عشر طيب اه اسيكي كفاية كده نحل بقى شوية مسائل على فكرة ان انا يجي لي اي سي طبعا اي سي ده حوار يعني حوار كبير اه او بلقبط العيال فخلينا ناخدها واحدة واحدة ونسيبنا من المسألتين دول ونحل اسهل مسألتين يعني دول نحل في المحاضرة دي مسألة دي و المسألة دي بس قبل ما نحلهم خلنا نحل اشهر مسائل في في الضيود لما بيكون عندي ضيود واحد ومقاومة واحدة وهيوضح بس يمكن يمكن نوضح اكتر فكرة الاسي طيب ننسى المسألة دي دلوقتي ايه ده كويس جدا فممكن نعمل نيو سلايد نيو سلايد عشان ايه نعمل على نطافة كده اوكي فانا دلوقتي اه حل فكرة ان انا عندي اه ضيود واحد اه هو هنا بيقولك الاسي معنى ان انت عندك سين ويف كده عندك سين ويف وطبعا دخلت على سيركت اه ضيود اوكي وهنا مقاومة وده بتاع ده اه جراوند وهو عايز يحسن كمت اللي هنا ولو سمحت بقى تطلع لي في الاخر شكل سين ويف هتبقى هيها اياها لو مثلا انت كانت البيك هنا عشرة مثلا نحسن طبعا كل مسألة ندالك بعشرة ولا ايه وهنا كانت بعشرة البيك تبعا لازم تبقى واحدة يعني وده السالب وده الممكن يعني واحدة في نفس المسألة يعني البيك البوسط في بعشرة والبيك النجات في بعشرة لكن هو ممكن يديني بعشرة مثلا من 20 30 فيبقى فوق 20 وتحت 20 او فوق 30 30 بس انه تختلف المسألة المسألين البيك بتختلف المسألة المسألة طيب فهامل ايه هاقول ان بما ان الديود بيبقى دخلي بيبقى دخلي بوسطف ونيجاتف فاللي هيبقى مختلف خالص في حل المسألة دي ان انا هشوف الديود هيشتغل فرد الريفيرس عند الطايم ده وبعدين لو كان شغال فرد ممكن يشتغل فرد برضو مع نفس الانبود بس عند الطايم التاني اللي هو النيجاتف اللي هو هنتبتول ايه يعني ده موضوع غريب فهو الفكرة الاختلاف بين الاسي والديسي ان انت عارف الديود خلال السيركت كلها هو فرد او فرد او فرد يعني خلينا اقول مثلا ان انت السيركت اي سيركت حلناها من شوية نكون الديود ذي كان فرد فانت في السيركت الواحدة الديود فرد خلال كل المسألة لكن انت هنا في الديسي ممكن تلاقي الديود عند طايم معين فرد وعند طايم تاني ريفيرس اوكي لان انت عندك كمت البطارية اللي داخلها بتتغير بوستف ومرة تدخل النيجاتف فيبقى الديود مش متوصل عندنا مثلا رقم ده اسمه البي اي اي خلينا نسمي البي اي الرقم اللي اسمه البي اي ده ممكن يبقى بوستف ممكن يبقى نيجاتف وعلى اساسه اصلا بقولي الديود فرد او الريفيرس فهمني فلما يبقى بوستف فالديود يبقى في بوستف هيبقى فرد ولم يبقى نيجاتف في الديود يبقى فرد او الريفيرس خلنا بس نشوف كل الـ 2 cases دول ان ماذا لو كان البي اي اكبر من او يساوي الزيرو اوكي لو كان اكبر من او يساوي الزيرو هيبقى المعنى ان ده بوستف فالبوستف ماله هيبقى متوصل بالبوستف صحي كده فيبقى الديود يعتبر او نسميه او نسميه او نسميه اي حاجة في الديود دوله يعتبر او ن هنعمل ايه بقى لو دود او هتبقى السيركت هي هي اللي انت شايفها دي يعني السيركت في الحالة دي هي هي نفس السيركت دي ما فيش اي تغيير مش هعودها السين بس يعني فهنعمل ايه هنقوم البي او بسوال في الناس 7 مانا 10 يعني ايه يعني انت كنت مدخلها لب كام بعشرة وممكن طبعا تكون بخمسة ممكن تكون بتلاتة ممكن تكون باي رقم ايه في النص كده بس خليني بس امسك كامة واحدة بس انا عارفة ان البي اوت اوت دي رول يعني بتساوي البي اين ناقص 7 مانا 10 البي اين والبي اوت هنا بكام ولا مين البي اوت بكام اسمها في او والبي اين خليني مثلا اول ان هي اسمها في اوي ناقص 7 مانا 10 تمام طيب دي العلاقة اللي بتربط بين البي اوت والبي اين في حالة البوستر يعني ايه يعني يحاول كده تدخل البي اوت بعشرة هقولك ده الناتجة يبقى 10 مقص 7 مانا 10 9 ساعة وثلاثة طب دخل هالي مش عارفة بواحد يبقى كذا ففي الاخر هتبقى نفس البي بس ناقصة شوية والماكس من بي بتاعتها 9 ساعة وثلاثة نفس السان ويه في حالة البوستر بس تبقى ناقصة 7 مانا 10 دي حالة البوستر ده الريسبونس بتاع الديوت في حالة البوستر في ساين ويف هيبقى ساين ويف زيه بس اقل بيك شوية منه طيب لو عايز اقول ايش الديوت هيبقى عامل ازاي في حالة الفي ان اقل من العشرة اقل من زيرو سوري هيبقى ده معناه ان الفي اللي دخل دي بالنيجاتيب فالنيجاتي بيبقى متوصل به ان ده بوستر اوكي فيبقى الدرية هيبقى عندك كده هيبقى عندك open circuit يجيبقى ده ال v out وهدي البطارية البتاع دي المقاومة عندك ده ال v out هيبقى ال v out هنا بيساوي كاما ال v out هيساوي كاما بيقولت هيساوي zero لان انت لما بكون الدنيج دي open circuit ده معناه ان ال v out اللي انت مدخلها اصلا مش شيء انا مش شايفه وبالتالي مش هتأثر على ال while هنا يعني tanto هي اصلا مش وصلة وصلة له بشster له هي بتسويها وللنصها واربعها هي مش وصلة له فالله هيحصل ايه؟ انه وبكرة وجون ال open circuit كلها completely open circuit وبالتالي مافيش current وبالتالي مافيش شهر في القهد وبالتالي فان ال v out الي هنا هيتساوي ال v out الي هي متوصلة بيه اللي هو ground. ف فالv out هتساوي zero وبالتالي لما كارسم ال circuit هنا هرسم ايه؟ هرسم zero. يبقى دا شكل ال respons بتاع الضيوت فى حالة لما يكون عنديuchar portion دي. طبعا نمسح وبعدين ناخد المثال التاني لان عندي امثلة كثيرة طيب لو انا عندي ساين ويف ايه وبوستف ونيجاتف وبتاع ودي بيك بتاعتي عشرة والبيك التانية بعشرة هي ودخلت على ديوت بس السلكت كانت عاملة كده عند الديوت مقلوب كده كان عكس السلكت اللي فاتت ودي هنا ايه البطارية ومش عارف ايه ودي جراوند ودي الفي اوت بيقول لي ارسيميلي شكل الريسبونس اللي طالع هيبعامل ازاي فطبعا اتفقنا ان احنا نحن نحن نسأل الخطوتين لان لان الساين ويف ممكن تبقى بوست وممكن تبقى نيجاتف الديوت ممكن وفرود ممكن الريفيرس فلو الفي اوت الفي اوت اكبر سوري اللي بقول ده لو الفي اين اكبر من او تساوي الزيرو ده معناه ان الفي او الفي انا تبقى بوستف الديوت في الحالة ده هيبقى ايه لو انت وصلت ال في اي هنا خلتها بوستف الديوت دلوقتي هيبقى اوبن سيركت لي انت عندك السالب ادي الموجة بقصدي هيبقى بالسالب في الديوت هيبقى اوبن سيركت ده بوستف او همه مسلا بوستف هيبقى الريفيرس يعني سيبقى عندك كده هيبقى ايه هيبقى عندك الفي اوت هتبقى قيمتها بزيرو لان انت عندك الدنيا اوبن زيركت ما فيش كرة انت فيش شري في الجود والفي اوت هتساوي قيمة الفي اللي هي متوصلة بيها مش بعيدة عن الوبن زيركت اوكي فدي هتساوي دي يبقى تساوي زيرو فالفي اوت هنا هتبقى زيرو في جزء البوستر فالفي اوت بزيرو طيب ماذا لو كان البي ان كان اقل من الزيرو يعني نيجاتف حالة النيجاتف هيبقى النيجاتف متوصل بالنيجاتف هتوصل بالنيجاتف فالديود دي يبقى ايه نحن نسمىها ريفيرس هنا ونسمىها هنا اون او سوري سوري خلا هنا اوف يعني نسمىها هنا اون وان يعني الديود موجود يعني السيركت دي هي السيركت اللي موجودة هنا فاحنا عايزين نشوف الفي اوت بيساوي الفي اوت الفي اوت بيساوي الفي اوت الفي اوت ومن الفي اوت بالنسبة للدوح طبعا تفنى ان النقطة اللي بتكون اليام مادي الفي اوت بيساوي الفي اوت بيساوي الفي اوت بيساوي الفي اوت بتاع الديود الفي اوت اللي هي النقطة دي ولا ايه? لا هيساوي في اي هيساوي بي اي زائد سبعة من عشر صح كده? زائد سبعة من عشر. الرول دي اولا انا عايز اقول ان بيعتمد على بي اي صح كده? طيب آآ بي كان بسالب عشرة يعني في وقت من الوقت هتبقى مثلا بسالب عشرة. زود اللي عليها سبعة من عشرة تبقى تسعة وثلاثة. فيبقى البيك بتاعتها تبقى زيها بالظبط بس ايه? اكبر كما ليها تسعة وثلاثة. تمام? يعني عكسنا الاول بتاع الايه? السركة اللي فاتت. تمام? ده الشكل الديود لو انا دخلتله دخلتله دي سي سي جنال. هيطلع لي دي سي سي جنال بس الاول بتاعتها. تمام? طيب خلينا ناخد مسال تاني. آآ ناخد مسال تاني. آآ افرض مسلا انت معاك سين ويف. اوكي? ودخلت على ال اا الديود. وكانت ضيود عندك هنا مقامل اول وبعدين ضيود. تمام? وده البي اوت. وده البي اي. ودي بوزتيف ودي نيجاتيف ودي هنا عاية شكل الاوبة تعمل ازاي في البوزتيف والنيجاتيف ونضطر نحلها على طرقتين لما يكون البي اي اكبر من الزيرو اكبر من الزيرو او ان احنا نقول سميها بوزتيف. حالة التانية ان البي امبوت يكون اقل من الزيرو او اللي احنا هنسميها نيجاتيف. تمام? طيب. خلينا مسلا نكتب هنا دي عشرة. في الحالة الاولية لما يكون البي اي اكبر من الزيرو يعني بوزتيف بوزتيف هو متوسل بايه؟ بالبوزتيف هنا. فالديود يعتبر اند. يعني الديود معانا. طيب الديود لما يكون معانا فالبي اوت بيساوي البي اي نصف من عشرة. مش عايزة بقى كتبها تاني. البي اوت نقص بيساوي البي اي نصف من عشرة. البي اوت بكم? بزيرو. لان دي النقطة اللي متوصلة بالبتاع دي. معاك زيرو هيساوي البي اين اللي هو البي او. نقص 7 من عشرة. ايه هو راكب اترح منه 7 من عشرة ديك زيرو يبقى الفي اوت بكم? 7 من عشرة. يعني ايه البي اوت بيساوي 7 من عشرة? يعني هو يعني بيساوي رقم سابت. ما بيعتمدش على حقومة البي اين اللي داخله. يعني لما حب ارسيمه في السيركت دي هيبقى عامل زي كده. كده. 7 من عشرة. مهم? ده شكل بتاع البي اوت في حالة اوت. دي بقى لو انت عايز تعمل حاجة اسمها لي متر. لي متر يعني يعني دخلي مهما تدخلي انا مش طلع لك 7 من عشرة. ده ايه? ده معنى دي ابليكيشن تاني للبي اوت. اه طيب. اه في حالة لما الفي اين اقل من الزيرو. ده معناه ان نيجاتيب. فانيجات متوسط في الديود ما يلو فوق ريفيرس. فاتمعك كده. وبعدين الفي اوت. وبعدين هنا عندك اوبن سيركت. اهي. ودي جراون. دي اوبن سيركت. ودي الفي اوت. ودي الفي اوت. ودي الفي اين. صح كده. بما ان الدنيا اوبن سيركت. فما فيش كرات فيش فرق في الجهد. فالفي اوت هتساوي كيمة الحاجة اللي متوسطلة بها على طول خلافا عن الاوبن سيركت. اه مش في اتجاه الاوبن سيركت يعني. فيبقى الفي اوت هيساوي الفي اوت. هيساوي الفي اوت. طيب الفي اوت بكام الفي اي بكام بالحاجات النجاتيب دي. يبقى يطلع لك حاجات نجاتيب دي. اوكي? طلعها لك ايه اياها. والبيك بتاعتها بكام? بعشرة. او خلانا اقول سلب عشرة يعني ادل عشرة بس ينافس سي. اوكي? تا الريسبونس بتاع الديود ده في حالة السيركت دي. طيب. السيركت التانية برضو اللي هي مشهورة قوي في فكرة الديود في التعامل مع الديود. يعني ان انت مكريب عندك نفس السيركت زي دي كده. بس 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 عندك مسلا ايه? ايه دي ساين ويف. سوري. عندك ساين ويف. انا ما برسمهاش قد بعض ليه ما عارفش بس ما بيقض بعض يعني. اوكي? ودي دي ودي السيركت دي بقى ان انا عندي كده وعندي ديود هنا ماله مقلوب. اوكي? ودي الجراود. البي اوت. ودي البي اي. ممكن تبقى وسطيب وممكن تبقى نيجاتيب. اوكي? والمقام بقى اي كيمة هو عايز يشوف الريسبونس بتاعي. اوكي? طيب. هنرسم برضو. هنشوف شكل الدنيا عاملة زي في حالة البي اي اكبر من الزيرو. اه اللي هي بوستف وهنا في حالة النيجاتيب. اوكي? اللي هو البي اي اا اكبر اقل. اقل مزيوب. اوكي? طيب في حالة البي اي اكبر مزيوري يعني بوستف. يعني انت عندك البوستف. البوستف ده متوصل بالنيجاتيب ده. يبقى ديود ماله. فانت معك كده معك مقاومة. معك عارف ايه اوبين سركيت? كده ودي جراونت? اوبين سركيت? فاد الفي اوات. Ad kö번ة آ院. ما فيش كرد فاييف الجاد? وبالتالي الفي اوات هيساوي قيمة الفي اللي هي متوصلة بها على طوب ثلاثةquiera على العالة الفي اوات هيساوي الفي اوات يعني شوف الفي اي بکام الفي اوب الرحلة زياها? طيب الفي اوات كانت بكام؟ الفي قاوت كانت بكام في حالة البوستف كانت بالسيركت دي كانت بالسيركت دي كده. في ايه؟ كانت بالسيركت دي. دي كده. فانا طلع عليك زي ما هي برضو. الفي قاوت هيساوي الفي قاوت. طبعا انا منزله بس هي مش منزله يعني زيها بالزبط يعني. دي بعشرة برضو. لان انا اقول لك ان ال v out بيسوي ال v out هي اهي جد كده طيب واضح طبعا السيركت دي عكس السيركت اللي فاتت بس خلينا بس واحدة واحدة فمعانا ايه دلوقتي ال v i الي بيزوري عن نيجاتف نيجاتف ده هيبقى متوصل بالنيجاتف ده هيبقى forward وبالتالي يبقى السيركت عندي موجودة فاستخدم رول بتاعة v out بيسوي ال v in اسعو من 10 ال v out بتاعة ال diod هي النقطة دي فان انا معايا ال v out بيساوي الـ VN اللي هو 0 نقص 7 من 10 موضوع الـ VN نقص 7 من 10 هيبقى الـ VN بكام الـ VN هيطلع برقم سابت اسمه 7 من 10 يعني ايه رقم سابت يعني مش هيكون معتمد على كمت الـ VN أصلا هنا كلمة معتمد يعني يعني ما أقول VN بيساوي VN يعني جاي معاه في المعادلة VN بيساوي حاجة بدلة الـ VN لكن أنا أقول لك هنا بيساوي 7 من 10 يعني VN مش موجودة عندك في المعادلة أصلا مش موجودة هنا في الحتة دي خالص الـ 7 من 10 ولا مثلا VN زيقى 7 من 10 ولا VN 7 من 10 ولا 2 VN يعني مش عارف إيه ما فيش VN أصلا يبقى رقم سابت يبقى هتدخل لسان ويف كأنه ما شوفتش حاجة وأطلعها لك 7 من 10 سابعة طبع الرقم ده مثلا سالب سالب سابعة من 10 أوكي فالVN بيساوي 0 من 10 بقى الVN بيساوي سالب سابعة من 10 أوكي ده بالنسبة للمسائل طبعا ممكن يجيلك المسائل الأربعة دوله معهم اتنين دايود سيريز مع بعض اتنين دايود برر مع بعض طبعا ده يزهر في شتات أكتر بس خلينا إيه يعني ده بالنسبة للمحاضرة دين يعني طيب نشوف بقى المسائلين اللي احنا كنا عايزين نشرحهم في المحاضرة دي المسائلين دول اللي كنا عايزين نشرحهم بيقولك ايه بيقولك انت دلوقتي معاك ساين ويف ومعاك سيركيت وهو عايز يرسم شكل الأوتبط هيبقى عامل ازاي يعني كنا عندي دلقات الساين ويفة هي وادي السيركيت وهو عايز يرسم شكل الأوتبط عامل ازاي وديني هو نرسم لك عادي يعني كده فانتشوف الفي اوت حالة البوستيف وفي اوت حالة النيجاتف كل المسائلين في حالة يجب لما بتكون في حالة البوستيف هتلاقي هنا ان ده بوستيف متوصل بالبوستيف وبالتالي الديود وأعتبر موجود عندي الديود دلوقتي يعتبر on طيب الديود يعلم أن الديود��regularك يعني هقولك ان ده معناني الديود هنا ماشي طبعا هو ممكن الديود ده يتحط زي ما هو واكتب عليه كلمة سبعة من عشرة او انه نشير بحط بطريقة وقل سبعة من عشرة بس عادي يعني لما ان احنا اللي متعارف علينا بنسيبها كديود هاعمل كده هقول مثلا عني هنا ديود اهو هرسم السيركت تاني بس يعني الديود موجودة عندي في السيركت وعندي هنا كده توصله بي يعني واكتب هنا ايه سبعة من عشرة طيب هعمل ايه انا انا نفروض ان لما اكون الدقيود عندي في السيركت وبروح اي لا بستعادل رول بتاعة بي او بسع figures7 10 بس انا الواضع مختلف شوية يعني يعني كيان احنا مش محتاج ان هنا الافي اللافة دي لان هو واضح ان انت دلوقتي tran figur的話 البيي هو حوالين ديوب سعKS 10 والبيقوت دي هو بقول لك البياء اللي حوالين المقاومة عشرة ودي بلن المعدي فلو دي سبع من عشر فده سبع من عشر برضو فلدي اقلى سبع من عشر دقام معروف يعني, فهيطلع كده لي? تمام ده شكل الايه الموضيف في حالة البوست بسبعة من عشر. ؟ لا بالنسبة الاستركيب دي او ما اشاف لي انا معرف شكل لي سبعة من عشر. كي طيب ااااااااااااااااااا لو عايز ا بقى شوت حالت ليهاها؛ هلاقي ان دايور مش موجود seulement بدون تركة وبالتالي هيبقى عندي الستركيب دي فلو طبقت على الكيفيل مثلا يبقى معايا ايه انا معايا ده بوستف وده نيجاتف هيبقى معايا سالب في ايه كان بطارية كده يعني كان ده ايه كان ده مثلا موجب ده سالب ماشي فمعايا سالب في ايه سائد الواحد كيلو سائد العشرة كيلو بيساوي زيرو ده المعادلة هيبقى العلاقة بتروبك ان ال اي دي والفي اي بكزا ال اي دي بيساوي في اي على الحداشر تمام نمسح بس كده فليه مش بيمسح طيب اه فانا كده طبقت ال كيف في ايه اللي عندي هنا في في السيركت اوكي ادتني الرول دي اللي هي ال اي دي ال اي دي بيساوي اي على الحداشر طيب اه معايا شانا كنت عايزة العلاقة بين ال في اوت وال في اين او ال في اوت بكام فلما تقول ال اي دي بكزا هيفيدني ازاي فقولك ان 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 انت بتقول ال اي دي بكزا فال اي دي هو الكرنت اللي بيعد هنا صح؟ يعني هيساوي الكرنت اللي بيعد هنا كنته في اي على الحداشر والكرنت اللي بيعد هنا هو عبارة عن ال في اوت ناقص الزيرو على العشرة في اوت ناقص الزيرو على العشرة يعني الكرنت ماشي كده فيبقى من هنا ل هنا على السنة ده جراوند يعني فبعدي في اوت ناقص زيرو على العشرة والتالي العلاقة بين ال في اوت وال في اين هتبع باباره عن ال في اوت لو جبت ال في اوت وحدها في طرف هتساوي العشرة على الحداشر في قول. عشرة حداشر في قول شوفها مسلا على قلب كان مسلا هنا. آآ عشرة على الحداشر. عشرة على الحداشر بتسعة وكذا لو ضربتها مسلا في عشرة هيديني تسعة وي. يعني هيناقصها. تمام? يعني هيناقصها. هتبقى دي كده. والرقم ده هيبقى كمتو. آآ انا دايما ببقى عارفة ان هو مسلا ايه? آآ آآ يعني مسلا عشرة. اناقصت من ساعة وعشرة بقى تسعة وتلاتة. فانا عارفة النقطة دي بكام. بس هو هنا بيقول لي ان الفي او بيساوي كذا. فانت بقى حطه وخلاص. يبقى عبارة عن عشرة على الحداشر. في اي. عايز تحسب النقطة دي بكام في حالة لما الفي اي كان بعشرة برحتك عادي. حتى بتبقى الوقت تلع تسعة. تلع تسعة وتسعة من مية. فانا ممكن اكتب هنا. ممكن تقول آآ تشيل دي كلها وتحط بدلها تسعة وتسعة من مية. اننا طبعا نكون فاهمين. يعني ای اما تكتب عند النقطة دي العلاقة ايه ايه? ای اما تكتب كامتها ايه في الوقت ده. تسعة وتسعة من مية. عند من النقطة دي بالزات. لكن طبعا لو احنا كنا نطبق عن النقطة دي او حاجه هتبقى حاجه تاني. يعني عشرة 11 على مسان دي كانت 5 يبقى 10 11 مضروبة في 5 10 11 مضروبة في 3 10 11 مضروبة في 6 كده طيب ده بالنسبة للمسال ده ده شكل ها مضروبة فيه طيب دي سيركت هل السيركت دي بقى هي اللي احنا كنا حلناها من شوية اللي هو لو انا عندي ضيود يعني كان عندي ضيود مقلوب خلنا حلنا 4 ضيود يعني ضيود ومقامة او مقامة وضيود ضيود ومقامة وضيود مقلوب فاداني نفس السيجنل دي وطبعا ده تمامي اللي هو زي ما قلنا كده ممكن تكتب عليها هنا بدل ما تقول مسلا 9 و 3 بالسالب ممكن تقول زائد 7 من 10 يعني اللي عندك زائد 7 من 10 يعني اللي طلع لك هنا في الحل تكتبه هنا مش لازم تكتب 9 و 3 طيب ده بالنسبة للمحاضرة دي المسال التالي احنا كنا حلينه يعني بالمحاضرة دي اتمنى طبعا ده تكون واضحة تعرفنا يعني ايه ضيود تعرفنا ان ايه يلبسه بالاستخدامات بتاعته زي ممكن يصدر كسويتش اون وسويتش اوب يعني ممكن يبقى خلي كورنتي عدي او ما يعديش ممكن يخلي الكورنتي اللي بيعدي او البولت اللي بيعدي يقلله ممكن ان هو يخلي يشتغل كليمتر يعني ده خلي زي ما الدخائم اشتغلها لغير 7 من 10 فده ان هو يشتغل كليمتر او كسويتش اون وسويتش اوف او ممكن يستخدم في بناء واعتقد يعني ان هو يفضل انه يشترح بالتفصيل يعني ازاي يوضح لنا ان هو ممكن يشتغل بس ما بدأيا هو بيستغل في بناء طيب لو لقينا وقت او نسبة في الفيديو الجاي او حاجة نبقى نشرح طيب ازاي الدوية دي يعني ممكن يستغل في الدوية ده بالنسبة للمحاضرة دي ايه طبعا دينا تكون واضحة اكتر بالنسبة للديود وممكن نوضح اكتر في حل الشيت اللي هو بتاعت الديود اكتر يعني هيقبلك بقى ازاي ممكن تعمل يبقى عندك دي سي وعندك نين ديود مع بعض وتعمل وممكن تلاقي الاسمشن رونج مش عارف ايه ممكن برضو في الشيت يبقى عندك حاجات سيريز وحاجات برل وكمبينيشن يعني الاحتمالات الكتيرة للديودز يعني عشان دينا تبقى ايه يعني تبقى سيلة عينا يعني خلاص تقابل ان شاء الله في المحاضرة جاي